موسيقى جولة اقتصادية جديدة ونبدأها بالشأن المحلية حيث حذرت الحكومة اليمنية التجار والصرافين والمواطين من الوقوع ضحية لنهب ميليشيات الحوثية بدعوى استبدال العملة الجديدة بالريال الالكترونية وقالت ان الميليشيات عمدت على دفع المواطنين لتسليم اوراقم المالية مقابل نقد الالكتروني ليس له اي اثر قانوني او مالية بهدف الاثراء غير المشروع وتمين المجهود الحربي وتدمير الاقتصاد واستهداف العملة الوطنية كما اعتبرت لجنة الاقتصادية وسائل الدفع الالكتروني التي اعلنت عنها الميليشيات وسيلة لنهب اموال المواطنين ولا يمكن استعادة الاموال المنهوبة باي شكل من اشكال عملة النقدية المحلية او الاجنبية شهدت الاسواق اليمانية اضطرابا وحالة من القلق بعد قرار ميليشيات الحوثي منعت دول عملة الجديدة ومصادرتها في مناطق سيدرتها وقال متعاملنا ان ذلك ادى الى عزوف تجاري كبير في استقبال عملة الجديدة من المواطنين تخوفا من مصادرة الميليشيات لها ونهبها من المحلات التجارية والصرافة ومحطات بيع المشتقات النفتية وغيرها من المنشآت التجارية ما تسبب في ارتباك كبير في المشهد التجارية بالعاصمة صنعاء واصبح المواطن اليمني يشهد حالة من التخبط والحيرة بعد انتشار كبير العملة اليمنية الجديدة التي باتت الاكثر انتشارا من العملة القديمة وفي متناول الجميع بعد ان باتت تالفة ولا تكاد تقبل في المعاملة التجارية كشف تقرير حكومي عن ارتفاع الدين الخارجي لليمن من 6 مليارات و765 مليون دولار عام 2014 الى 9 مليارات دولار العام الحالي وبموجب التقرير الصادر عن قضاع الدراسات الاقتصادية بوزارة التخطيط ارتفع صافي الدين الداخلية من 3 تلولونات الى نحو 6 تلولونات ريالة بما يمثل 94% من الناتج المحلية الاجمالية كما ارتفع صافي الدين العام على اليمن بنسبة 41% الى 10 تلولونات و400 مليار و100 مليون ريال مقارنة مع 6 تلولونات و500 و63 مليار ريال في نهاية العام 2014 يتي ذلك في ظل عز حكومي عن سداد خدمة الدين العام وهو ما يفاقم ازمة السورة في القطاع المصرفية واخيرا شهدت الليرة السورية خلال العام الجاري انهيارا غير مسبوق مع السمراء الحرب منذ اكثر من ثماني سنوات وتفاقم ازمة المالية والسياسية في لبنان الذي وعدوا الرئة الاقتصادية لسوريا وتوارى انخفاض الليرة السورية خلال الفترة الاخيرة حتى وصل الدولار الى 980 ليرة في محلات الصرافة بالعاصمة دمشق فيما كان يساوي 50 ليرة قبل عام 2011 وبدأت الليرة فقدان بعض من قيمتها في وقت سابق العام الجاري نتيجة انخفاض التحويلات ولجوء السورين الى شراء الدولارات للحفاظ على مدخراتهم اشتركوا في القناة